السلام عليكم إخواني أخواتي تحية طيبة لكم قبل أن أبدأ في موضوع اليوم والموضوع الذي خلق جدلا نوعا ما في أوساط العربية خصوصا أن من خلق هذا الجدل هو إيلون ميسك وإذا لم تكن تعرف من هو إيلون ميسك فرجاء يجب أن تكتب اسمه في جوجل لأن هذا الشخص يعتبر الرجل الحديدي في عالم التكنولوجيا هو مالك مشروع تسلا هو مالك مشروع سبيسيكس وكثير من المشاريع فقلت قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أولد فقط أن أعتدر من الحلقة السابقة كون أن كان هناك مشكلة في المنطجة أعتدر بشدة لأننا قمنا بإعادة الفيديو أكثر من مرة ولم أنتبه لهذا الخطأ الفضائي لا أعلم حتى عدد الساعة كيف وقع هذا الخطأ في المنطجة فأعتدر عن هذه المأسالة طبعاً أرجع معكم إلى موضوع الأنترنت فإيلون ميسك أطلق 62 لازال يطلق على مراحل ولكن سيطلق 62 قمر إصطناعي لقد أطلق بعض الأقمر الإصطناعية وسيطلق 62 قمر إصطناعي من أصل 12 ألف قمر إصطناعي من أجل أن يوفر الأنترنت في جميع أنحاء العالم تخيلوا معي سيوفرها بسرعة عالية جداً تصل إلى 1 تيرا وبأتمنة يعني تخيل معي أنها لا تتجاوز يعني الثلاثين دولار يعني تمن رخيص جداً وسرعة عالية وبدون أو بغير محدودية في الإشتراك البريميوم فهو غير محدود يعني هذه المسألة خلقت جدل فالكثير يتساءل كيف أن سنتوفر على أنترنت بهذه السرعة الخيالية وبهذه الأتمينة الجد منخفضة وكثير لحظت وقرأت مجموعة من البوستات لبعض الأصدقاء حيث أنهم متفائلين بهذا الأنترنت وبتغير مفهوم الأنترنت وحتى الشركات ما يصل عليها بالشركات الاحتكارية وشركات الاتصال في جميع ربوع الوطن العربي ستكون ضربة موجعة لهم لكن دعونا نناقش نوعاً ما وإليكم وجهة نظري يمكن أن تكون صائبة أو لا وأنتظر منكم كذلك أن أقرأ تعليقاتكم إن شاء الله في هذا الفيديو ونحاول أن نخرج بجموعة من الإنسيجاجات فحسب رأيي أصدقائي نعم إيلور موسك هذا الشخص يعني من الأشخاص المؤثرين في حياتي يعني أنا من الناس الذين يؤثر فيهم هذا الشخص بشكل كبير وقرأت عنه كتب وقرأت عنه مقالات ويعني يمكن أن أقول أنا من المعجبين بهذه الشخصية الجنونية ولكن يعني فيما يخص مسألة الأنترنت خصوصاً وأتحدث من موقع أنني أعيش في دولة عربية أقول أنني غير متفائل لست مثلكم للأسف فنعم عندما نقول أن إيلور موسك من سيطلق 12 ألف قامر إصطناعي فنحن نتحدث أصلاً عن الإنجاز لأنه سيفعل ذلك يعني هذا لا غمر عليه ولكن مسألة أن الشركات الاتصال في الدول العربية ستترك لكم مسألة أن تستفيدوا من هذا الأنترنت في مقابل انهيار اقتصادها فهذا الأمر أعتقد أن شركات الاتصال جميع دول العالم العربي لن تسمح به بأي شكل من الأشكال يعني لماذا؟ لأنه بكل بساطة سيخرب اقتصادها فشركات الاتصال حالياً أصبحت تتوجه نحو الأنترنت الاتصال الكلاسيكي والهاتف إذا لاحظتم مثلاً انتراقاً من المغرب حيث أقتن فجميع العروض أصبحت تصبح بشكل كبير نحو الأنترنت مقارنة مع الاتصال الهاتفي لماذا؟ لأن الأنترنت الآن أصبح يعني يلعب دور الاتصال يلعب دور الوحد يلعب دور طرفيه يعني مجموعة من الأدوار فبالتالي حتى شركة الاتصال أصبحت تركز على عروض الأنترنت وحتى مداخلها وأرباحها من الأنترنت يعني أكثر من الاتصال العادي بشكل أو بآخر لكن عندما نقول أن هناك شركة ستكبت خسائر بملايير الدولارات لشركات الاتصال في كل سنة بسبب أنها ستطلق لنا أنترنت خيالي يعني يبتدئ بمبلغ 200 ديرهم مغربية هذه المسألة أعتقد أنا شخصيا أن شركات الاتصال لن تسمح بها وهناك العديد من الأسباب وأعطيكم على سبيل المثال يعني أبسط سبب يمكن أن يتم فيه منع هذا الشكل من الاتصال بشكل قانوني النظام العام حماية النظام العام لماذا؟ لأنه سواء كنت تعرف أو لا تعرف فاتصال الأنترنت عن طريقة ساتلايت يعني هو اتصال يعني يصعب على الحكومات أن تتحكم به يصعب على الحكومات أن تتجسس عليه يعني أنا أقوله هكذا بالواضح يعني يصعب عليه أن تتحكم به لأنه عندما تتصل أنت الآن بالأنترنت وأنت تشاهدني الآن فأنت تمر عبر مراكز اتصال تمر عبر مراكز أنترنت تمر عبر شبكة شبكة أنترنت هذه الشبكة يعني هي شبكة يعني جميع هذا الترافيك يمر عبر أجهزتها وعبر أنظمتها فبالتالي يسهل عليها أن تتحكم إذا كنت الآن تشاهد مثلا مثلا نقول محتوى إرهابي يرى يمكن أن يعرفه أنك تشاهد محتوى إرهابي أو إذا كنت تحرض على المعنى في السطنة يعرفه ذلك لكن في الاتصال عبر الأقمار الصناعية هذا لنتسأل مستبعدة خصوصا وأن هذه الأقمار الصناعية هي تحت ولاية المتحدة الأمريكية تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي أولا أن هذه الأقمار الصناعية يعني يعني كل بياناتنا ستكون في يد الولايات المتحدة الأمريكية من جهة الحكومات لا يمكنها أن تتجسس على هذا الاتصال لأنه اتصال ساتيلايت بينك وبين القمر الإصطناعي مباشرة يعني لا يوجد أي وسيط في هذا الاتصال فبالتالي أعتقد أنه الأمر سيكون غير مقبول وبالتالي لن تسمح بهذا النوع من الاتصال من جاء كما قلت فهذه البيانات ستكون في يد الولايات المتحدة الأمريكية بيانات العالم ككل ستكون في يد الولايات المتحدة الأمريكية من جاء أخرى يعني طرق منع هذا الاتصال فالشركات يعني حتى بالنسبة للإخوة يعني يمكن من سيقول وهناك شركات مثلا محلية توفر اتصال مثلا عبر الأقمر الإصطناعية يعني مثلا في المغرب توجد شركة توفر لك الاتصال عبر الأقمر الإصطناعية قبل أن تستطيع أن تمارس هذه الشركة نشاطاتها في الدول العربية أصلا تأخذ تصريح وهذا التصريح يتضمن دفتر تحمولات وفي دفتر هذه التحمولات لا يمكن أن يكون هذا الاتصال بدون المراقعة فنقول على أن هذه الشركات حتى الإخوة الذين سيقولون ويمكن أن نقوم بجلب هذا الأنترنت أو جلب هذه الأجهزة وتمريرها داخل المغرب بطرق غير شرعية أو بطرق أو أخرى أقول لك أن هذه الشركات يمكن أن تحمي يعني شبكات أو يمكن للمثلا دول العربية أن تقطع هذا الاتصال يعني حتى لو تجلب الجهاز بطريقة أو بأخرى الذي سيمكنك من الاتصال يمكن أن يتم عمل له تشويش أو ما يسمى بالجامل يعني العبراج الاتصال يمكن تركيب فيها بعض القطع الإلكترونية أو يتم استخدام بعض أجهزة الإرسال من أجل أن يتم تشويش هذا الاتصال وبالتالي حتى لو جلبت هذا الجهاز فسيكون من المستحيل أن يتصل مع القمر الإسترعي لأنه سيحدث تشويش قد يكون من طريق أو يمكن كذلك يعني أن يتم حتى نفترض أنه لم يتم منعها أو شيء من هذا القبيل يعني حتى اقتصادياً لو نأخذها من المسألة الاقتصادية يعني نفترض أن الدول غير ديكتاتورية والتي يعني تؤمن بالحرية وما إلى ذلك يعني حتى إذا في حالة وجدت نفسها في موقع محرج يمكن أن ترفع تمال الجهاز يعني مثلاً الضريبة أو القيمة المضافة وكذلك يعني تسعيرت جمركة هذا الجهاز لأنه في النهاية يجب أن تمتلك جهاز هذا الجهاز الذي سيمكنك من الاتصال بالأقام الرصيص يعني يمكن أن يصبح بأتمينة خيالية يمكن أن تصبح بسبعة ألف دولار أو عشرة ألف دولار وبالتالي أنت كشخص كمواطن بسيط من الصعب جاء عليك أن تشتري هذا الجهاز بهذه التكلفة البائضة من أجل أن تتصل بالأنترنت فأعتقد أن مسألة أن نكون هكذا متفائلين نحن هنا في الدول العربية نحن في هذه الدول المهمشة أن نكون فقيري أو متفائلين بهذا الشكل أننا بالفعل سنحصل على أنترنت مجاني وبهذه السرعة أنا شخصياً غير متفائل فلا أعرف رأيكم حول هذا الموضوع أنتم كذلك كالتادية وجهة نظري حول هذا الموضوع وانتمنى إن شاء الله أنكم كذلك لا تبقوا عليها بأراءكم إلا أن نلقاكم في فيديو قادم لا تنسوا زيارة صفحاتي على شبكة التواصل الاجتماعي في الأسفل ستجدونها في الوصف طريق الحال وإلا تبقوا علي بالنقل على زر سبسكرايب الإنضمام إلى أزيد من 3 مليون مشترك على قناة المحترفين نلقاكم في فيديو قادم إلا ذلك محين دون تفعي من الأولى السلام عليكم